في بعض الأحداث برضو اللي مزالت يعني بتحصل على مستوى العالم للأسف الشديد مسيحي نيجيريا ليهم سنين بيتعرضوا للإضطهات فإنبارح كانت في مقتل سبعة مسيحيين كانوا يشاركون في قدس الأحد في نيجيريا الاعتداءات الإرهابية ضد المسيحيين في نيجيريا مزالت مستمرة أخرها كان صباح الأمس حيث اعتدت مجموعة فلاني الإسلامية المتطرفة دي مجموعة على طول حقيقة بتقوم باعتداءات على المسلمين اعتدوا على مجموعة من المؤمنين المسيحيين في أثناء قدس صباحي في منطقة جوس في نيجيريا وللأسف الإعلام الغربي لا يتحرك لدعم هؤلاء المسيحيين المسالمين اللي بيعانوا بسبب إيمانهم على الجانب الآخر بقى كان في دعوة لمعن ضد التطرف رجل دين مسيحي كان في نيجيريا يعني يشوفوا قد إيه هم بيمدوا قدي المسيحيين هناك في نيجيريا بيمدوا قديهم بالسلام وبرضو ما فيش فايدة في الاعتداءات الإرهابية رجل دين مسيحي دعا 3000 مسلم للإفطار في نيجيريا حيث اجتمع عدد من رجال الدين الإسلامي اللي بيقودهم إمام مسجد جامعة سلمانية ورجال الوعظ المسيحي في نيجيريا على الإفطار في رمضان في إماءة للدلالة على توليد التسامح الديني وضرورة تعاون مسيحيين مسلمين في الحرب ضد التطرف الدين نتمنى أنه يكون فيه فعلا حرب وأنه الكل يتكاتب في نيجيريا لأنه يعني فعلا الأعمال الإرهابية اللي بتتم ضد مسيحيين نيجيريا زي ما بقولكم يعني وصلت في بعض الأوقات لحرق المسيحيين أحياء كل ده موثق في نيجيريا للأسف الشديد أما حول قدسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان فالحياء هو بيواصل زيارته إلى رومانيا وكان فيه ترحيب شديد من الشعب الروماني بهذه الزيارة غادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان روما الجمعة الماضية متوجه إلى رومانيا في زيارة استغرق ثلاثة أيام تهدف إلى تحسين العلاقات بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية رحلة البابا فرانسيس إلى هذه الدولة ذات الإغلبية الأرثوذكسية تمثل المقصد التالي والوجهة القادمة في مساعي الفاتيكان الرامية إلى تحقيق الوحدة في نهاية المطاف بين الفرعين الشرقي والغربي للمسيحية اللي انقسمها منذ عام 1054 وكان في وقت سابق زار البابا فرانسيس من الشهر الماضي كان بالغارية ومكدونيا الشمالية وأيضا طبعا برضو هم أغلبية أرثوذكسية وكان لنفس الهدف اللي هو العلاقات ما بين قدبي المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية كان فيه برضو زيارة غبطة الباتريارك إريانوس إلى معلولة والحياة تمت بيها يعني الإزاعة السورية الرسمية وكانت برضو يعني زي بقول لكم اهتمام كبير جدا جدا لزيارته لروسيا وزيارته أيضا لمعلولة ترجمة نانسي قنقر